السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في تسريبات تقول ان حدث الهولوين بيبدأ يوم 10 اكتوبر يعني بعد 9 ايام عن تاريخ اليوم واو صراحة ان ننتظر هذا الحدث بفارغ الصبر طبعا هذا مش موضوع عن اليوم قلت هذا الشي عشان تعرف وش مستجدات اوفر ووتش خلال هذا اليومين اليوم بنتكلم عن حدثين الحدث الاول صار قبل 3 اشهر والحدث الثاني صار قبل اسبوع اشخاص اضاعوا مستقبلهم باياديهم الاول قصته قبل ثلاث اشهر واحد من افضل لاعبين الهتسكان في اوفر ووتش دانيل دافران شخصيات الاساسية تريسر و سولجر اللاعب تقريبا في السيزن الرابع نعم في السيزن الرابع اما على السيرفر الاوروبي او السيرفر الامريكي كان الاول على العالم على البي سي لاعب محترف بمعنى الكلمة يعرف متى يتقدم متى يرجع متى يمسك الهاي جراوند متى يفك الالت وكان ايمه ثابت والتراكنق على الهدف جدا خرافي تقريبا 95% من الطلقات اطيح على الهدف اللي هوم ايم عليه صراحة الرجال مرة بطل بسلوب لعبه لكن الشي اللي كان يعيبه انه لسانه صليط ويتلفظ بالفضل ما لها داعي الرجال هذا في فريق اسمه سيلفلست الفريق هذا دخل بطولة اسمه في البطولة هذه ترول على الفريق اللي هو يلعب معها وفي دفران ماذا؟ ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ في سباون؟ ماذا؟ فتفينغرد؟ او ربما يستخدمها لتخرج من المساعدة؟ لماذا لا يستخدمها؟ دفران؟ دفران؟ منظمين البطولة سألوه سبب الترولة؟ طبعا رد عليهم بسلوب لا أخلاقي درجة انه الأغلب انصدم من اسلوبه يعني صحيح انه انسان لعيب وصعب تحصل شخص مثله لكن هذا ما يفتح مجال انه يعني يتلفظ بهذه الألفاب وبعدها تماد اللاعب تقريبا ثلاثة إلى أربع أيام كان يسوي لايفيسترين بشخصية التوربين وكان يترول مرة ينتحر مرة يفتح يخلي التورنت في الرسبون مرة ما يلعب فصراحة ناكب الأشخاص اللي هو يلعب معهم في الكمبتتف وكان زيادة كان فاتح برنامج جوردن رامسي على الجنب المربع هاللي علي صاركم فيعني نوع ما كان ناكب الأشخاص اللي هو يلعب معهم طبعا القصة ما انتهتيني ما الصخة زيادة سوى هاشتاك سمها هو ارهابيين اوفروتش وطلب من الأشخاص اللي يتابعونا في البث انهم يدخلون أقيام ثانية في الكمبتتف ويترولون هنا خلاص بلزرد يعني باختصار اللاعب ما الصخة عطت تهبات نهائي في السيزن الخامس ومنعته يدخل حسابه لمدة سبع أيام والمشكلة ان الرجال مش بزر عمره ثلاثة وعشرين سنة وكان قبل يشتغل في مطاعم الوجبات السريعة فكان دخلها أقل ولما طلعت اوفروتش وانفجرت موهبته المفروض كان يستغل هذا الشي اللي مصلحته من ناحية الشهرة ومن ناحية الدخل الشهري لكن تعامل معها بصورة خاطئة طبعا القصة ما انتهت لهنا الرجال راح لحسابها الخاص في تويتر وتم يسيب بلزرد لدرجة ان المنظمة الرسمية لبطولات اوفروتش اعلن ان الرجال ممنوع ومحروم حرمان نهائي من اي بطولة رسمية يعني تدخلي فرق رسمية عشان تدخلي بطولات ممنوع تدخلي منتخبات عالمية عشان تخش معانا البطولات ممنوع فصار الرجال ما منه فايدة يعني ماشي فريق محترف في العالم بيقدر يستفيد من وراء هذا الشخص في البطولات الرسمية لأوفروتش فصراحة شخص يعني باختصار دمر مستقبله بيده والثاني قصته صارت تقريبا من اسبوع ستيفو على فترة جدا طويلة كان الاول بشخصية سومترا في البي سي لكن مؤخرا صار يلعب شخصية ميرسي تنويع ما تنوعي الاخر في وضع البثوث طبعا الرجال اخذ بان من بلزرد والسبب ان الرجال من فترة لفترة يفتح حساب جديد اول ما يوصل لفل 25 يطلب من الشباب اللي يتابعون البث اصحاب الرانكات السلفر والقولد والبرونز انهم يخشون يلعبون معه لما يلعبون معه ويخلصون البليسمينت يسحب عليهم يعني يتركهم خلاص يعني اوكي لعبنا البليسمينت كل واحد يعني يتوكل ويشوف دربة بعد ذيك اللحظة يتم تصنيفه في الرانكات النازلة لما يتم تصنيفها في الرانكات النازلة يبدأ السلسلة الى التوب 500 او الى الجراند ماستر فيجمع المقاطع على رؤوس الاشخاص اللي في الرانكات النازلة فعني نعمة بليزرد شافت مش منطقية انك تطيح نفسك لين اسفل عشان تجمع مقاطع على الناس المساكين هذه واش تسوي السلسلة عشان تاخذ من وراها مثلا مشاهدات او متابعين الى اخرة فعشان كذا الرجال اخذ فعني نعمة منطقي انك انت تسوي هالحركة عشان تجمع مقاطع على رؤوس الناس المساكين هذه الرانكات النازلة عشان تاخذ من وراها مشاهدات او متابعين فيعني نعمة اشوف يعني بلزرد سوت شيء منطقي لكن إذا الرجال من بداية البليسميت هو كان مولع ومحافظ على أساس أنه يكون من التصنيفات العالية شيء ثاني لكن الرجال هو في البليسميت مختار الرنكات نازلة عشان يطيح عمره ويجمع مقاطع عليهم نعم وصلنا لهاية المقطع أتمنى هذا المقطع ينالي لإعجابكم نتظرونا باكر عندنا مقطع آخر إن شاء الله أيضا ينال على إعجابكم السلام عليكم